طيب في البداية عندنا طبعا بعض الأخبار المهمة في الإنترو أحب طبعا في البداية أبارك لبيج رامي حصوله على مستر أولمبيا للسنة التانية بيج رامي اللي شرفنا في برنامج الأبطال هنا واللي أمتعنا بحلقة كان معنا قبل ما يروح البطولة بشهر والحمد لله يبدو أن برنامج الأبطال وشه حلو عليه ألف مليون مبروك كابتن بيج رامي شرفت مصر كلها لاعب كمال أجسام اقتحم عالم كمال الأجسام اللي كان مقفول على الأمريكان يمكن أول عربي يفوز بهذه البطولة يعني من ساعة 89 من ساعة ما تعملت بيفوز بها الأمريكان لأنها لعبة مكلفة بيج رامي صناعة مصرية هو بطل طالع من وسطنا تعب وشفنا في الحلقة بتاعته الدي هو عانى عشان يوصل للمنصة والتتويج اللي حضراتكم شايفينه أنا بس عايز أجيب لكم بعض الأمور المهمة أو اللي حصلت في البطولة اللي يمكن برامج كتير ما اتكلمتش عنها البطولة السنة دي كانت بطولة صعبة جداً أصعب من السنة اللي فاتت وفي مرحلها النهائية دخلنا في حاجة اسمها تحكيم سري والتحكيم السري ده أنت متبقاش عارف الدنيا رايحة فين متبقاش عارف الدنيا رايحة فين فالبطولة كانت صعبة وكان فيها توطر شديد جداً توطر شديد جداً وكان كلنا وإحنا بنتفرج على البطولة كنا قلقانين على بيجرام ولكن ربنا سبحانه وتعالى كان الفرق واضح كان الفرق واضح والمستوى اللي وصل عليه والفرما اللي عملها بيجرامي كانت الحقيقة جيدة جداً ومكنتوا أن يفوز بالمركز الأول حاجة من كواليس تانية عايز أقولها لكم أن منظمين البطولة ودي بقولها لكم على مسؤوليته وعارف أنا بقول لكم ايه منظمين البطولة فرحوا جداً بفوز وملاك البطولة لأن البطولة دي ليها مالك فرحوا جداً بفوز بيجرامي طب ليه فرحوا؟ أولاً بيجرامي لما دخل واعتلى عرش كمال أجسام في العالم أخذ معاه كل جانب من العالم كانت البطولة دي مش منتشرة فيه اللي هو الشرق الأوسط وأفريقيا والعرب لما بيجرامي قدر يحقق كل المنطقة دي بدأت تتابع البطولة وبدأت تتابع كمال الأجسام قدت زخم وقيمة تسوقية للبطولة عالية جداً كل المنظمين هناك مش مصدقين أن ده بيحصل تخيلوا بيجرامي ما أصبحش يعني لاعب بس بيفوز ببطولة لا ده أصبح يعني رمز كبير لبطولة كانت مقصورة على الأمريكان دلوقتي إحنا بنتكلم في العالم كل دلوقتي أفريقيا يتقولك طب ما أنا أقدر ما بيجرامي حق أخوة يا شقان العرب يقولك ما أنا أقدر يطلع من عندي بطل الميدل إست أو الفر إست اللي هو آسيا والدول دي ممكن يقولك أنا عايز أخش فالبطولة خدت زخم بالملايين فالحقيقة إحنا بصين لناحية التانية بيجرامي مش بس مصر فرحت بفوزه لا ده العالم كله العالم كله لأن البطولة دي كانت مكسورة على الأمريكان فبقت دلوقتي البطولة لكل العالم يقدر يشارك وكمان بيجرامي بقاش بطل مصري بطل عالمي بقى يكونة كبيرة جدا ومناسبة هو لسه في الولايات المتحدة الأمريكية مرجعش إحنا بركنالو كبرنامج الأبطال ويعني بعد فوزه على طول مباشرة بالنيابة عن برنامج الأبطال وبالنيابة عن نفسه والفريق العمل وجمهور النادي لأهل كله باركنالو كبرنامج رامي لأنه يستحق كبطل مصري ترجمة نانسي قنقر